موسيقى خذها قاعدة الغنى يبدأ بالعقلية موسيقى في ملياردير بريطاني مرة سألوه ليش ما يكون في عدالة نجمع كل الأموال اللي موجودة في الأرض ونوزعها بالتساوي على كل البشر وكلي يكون عدالة قال هذا ممكن بس في خلال سنة واحدة حيرجع كل الأغنياء أغنياء وكل الفقراء فقراء هذا الكلام 100% صحيح العبيد عبيد ولو تحرروا الفقر فقر العقلية الغنى غنى العقلية من كذا قدمنا في الحلقات الماضية التمهيدية والمهمة إنك إذا ما فهمت هذه المعادلة لن تستطيع أن تحقق وفرة في حياتك أبداً حتى لو جاءت لك الأموال فتوزيع الثروة بالتساوي هي مسألة ظالمة جداً لأن الشخص الفقير ما يعرف كيف يتعامل مع المال أو الممتلكات أو كيف يتعامل مع الثروة أو الغنى أو الوفرة ما يعرف لابد أولاً إن يتعلم هذه المسألة خليك منتبه راح نقول شوية معادلات وكثير مهمة لو فهمت هذه المعادلات أنت حتنقل حياتك من وإلى مهما كانت حياتك الآن بين قوسين مش جيدة أو سيئة في الوضع المادي أو المالي أو جانب الوفرة تستطيع أن تنقلها لو فهمت هذه المعادلة صح فانتبه أولاً معادلة بأن الغني في دائرة circulation يعني مثلاً ممكن للغني أن يستفقد لكنه سيرجع غني مرة أخرى وممكن للفقير أن يستغني لكنه سيرجع فقيراً مرة أخرى هي مسألة وقت فقط ليش؟ هذه مسألة لها حسبة ما رب نتكلم عنها هنا بس اللي هم في الأكاديمية أو تابعوا معانا كثير من برامجنا يفهمون معادلة الذبذبات وكيف أنها تعيد الشخص إلى وضعه الطبيعي حتى لو كان جت له فترة أو فرصة أو الشي تغير في ذبذباته أو في طاقته وكذا فممكن لكن بالنهاية ما يصح للي موجود في العمق فالغني سيستمر غنياً ولو استفقر بعض الوقت والفقير سيستمر فقيراً ولو استغنى بعض الوقت طيب زي ما لها حل نفرد أن أنا فقير لا لها حل ومن كذا احنا بنقول لك المعادلة الآن إذا فهمتها صح أنت فهمت معادلة الغناء والفقر وهي كالتالي الفقير يصرف أكثر مما يجني تعال احنا هنأخذ فيها شوية أمثلة وحنأخذ فيها شوية معادلات وحنبدأ نضبط هذه المسألة أن الجملة في مجملها قد لا تكون صحيحة بالنسبة لكثير من الناس دعني أخذ لك المثال سمير وهذا طبعاً اسم مستعار راتبة 200 دولار 200 دولار مقادرة تعيشها في البلد اللي هو فيه فهو مضطر مضطر منمم يصرف 250 دولار لأن أصلاً أجار البيت مكلفة تقريباً 100 دولار هو زوجته وعندهم ولد فهم 100 دولار مكلفة أصلاً وعنده مواصلات لأنه يشتغل في الطر مقادر يشتري سيارة في استخدم المواصلات فيدفع 50 دولار أصلاً فقط للمواصلات ما بقي لمئة دولار قاعدين يعيشون فيها ما بين احتياجات للعمل ما بين احتياجات للبيت ما بين أكل شرب ملبس فمقادر منمم هو يصرف 250 دولار وكم يجني 200 دولار يصرف 250 دولار سمير متحمل قصب ويستلف يقترض يعتمد على الاعتمان قدر المستطاعة مع الأيام تحسن راتبة أنه موجد في عمله فصار راتبة 300 دولار صار يصرف 370 دولار لأنه وحين عنده دين مضطر أن يدفع له وعنده قروض مضطر أن يسدد لها وأيضاً مضطر كان أن يحسن معيشته أن الولد شوي كبر والغرفة الوحدة اللي هو ساكن فيها مش قادرة تتحمل فاضطر أن يكبر شوي البيت لقى وظيفة بعد ذلك لأنه مجد ومجتهد في عمله فالوظيفة تعطيه 500 دولار لأنه كثير تحسن وضعه كان 200 دولار صار 300 دولار 500 دولار سمير صار يصرف 600 دولار لأنه اضطر الآن ياخذ شقة شقة هذه من غرفتين ومن صالة وكذا حسن وضعه شويكا اضطر يجيب سيارة سيارة هذه في البيت صار يعني أجارة 220 دولار السيارة قصتها تقريبا 120 دولار فصار مضطر نيدفع مع الأيام سمير جاد ومجتهد كل حياته عبارة عن يصرف ويشتغل بس يصرف ويشتغل حتى مش مهتم لا للبيت ولا الأولاد ولا أصلا عنده شي في حادة غير عمل لذلك حصة الوظيفة راتبها 1250 دولار 1250 دولار هاي قفزة كبيرة تخيل هذا شخص كان 200 صار 500 الآن 1200 سمير صار يصرف 1500 دولار مع الأيام مع البروموشنس مع الكذا وهو سيلس أصلا يشتغل كذا جت له وظيفة راتبها 5000 دولار بعدها سمير دخل السجن من كثرة الديون والمصروفات اللي تراكمت عليك المغزى من هذه القصة الحقيقية أنا شهدتها مع عشرات من الناس وأنا عشت هذه القصة في بداية الأمر وفي بداية شغلي لما أنا تحمست كثير وبدايت كذا واستقلت من وظيفتي وبدايت يعني أدرس وأشتغل قطاع خاص وكذا فاضطريت أدخل في مديونيات كثيرة وراح أقول لك هذه القصة ربما أني ذكرتها كثيرة مرة من قبل لكن من باب الاستدلال وكيف أنا استطعت أن أنقل نفسي إلى لا ديون أبدا ما يكون عندي لا ديون ولا أقصاد ولا شيء من هذا القبيل فالقصد أن القصة ومغزى القصة أن الشخص الفقير مهما حاول تعطيه لازم يصرف اللي عنده بأسرع وقت ممكن الفقير وأرجوك أنك تأخذ معنى الفقير اللي هو بالعقل أنا ما يهمني الشخص في ناس بيعيشون فقراء وهم سعيدين وبالنسبة لهم لا هم هم لا غنى ولا وفرة هم أحرار وهم ناس أحرار وهم ناس صادقين ومحترمين ومقدرين أنا أتكلم عن الشخص اللي هو فقير عقليا لأن أنا لو كنت أخذ مئة دولار وعايش بسعادة وعايش بمزرعتي وأرعى شجري فأنا أغني وأغنى الناس ما همني أنه لكن إذا كنت أنا أريد المال وأسعى وأشتغل وأعمل ومع ذلك لا أحقق لا في مشكلة هنا أنا عقليتي عقلية الفقير فالفقير دائما يصرف أكثر مما يجني هذه عقدة هو في العمق لا يشعر بالاستحقاق هو في العمق لا يشعر أنه يستحق هذا المبلغ يعني يستحق أن تكون بيده أموال حتى لو عطيت عشرة ألاف دولار وبعض الناس أعطني وشوف والله لو تعطيني عشرة ألاف دولار حتى لو عطيتها مليون دولار هي مسألة وقت فقط متى سيصرفها كلها وسيقع في دين لا وأزيدك كذلك كل ما زدت راتبة أكثر كل ما زادت ديونة أكثر وأنا أشهد بهذا الموضوع لأن أنا موظف أكثر من 200 موظف حتى الآن كذا وشهدت هذه القصص على مدى الوقت وفي منهم بعضهم وما زالوا معنا فهموا المعادلة هذه وبدوا يعيدون حياتهم ويوازنونها وكذا ويفهمون المعادلة صح لكن كثير من الناس ما يفهم هذه المعادلة فأنت مهما تزد يعني مثلا أنا لو قررت الآن أنا الآن قررت سأزيد رواتب جميع الموظفين تعرف أنا بهذا القرار سأجني على كثير من الناس يعني قد يؤدي إلى حياتهم ونميذبون إلى السجن لو عملت هذه الطريقة يجب أن تقدوا ذاك الشخص اللي يقدر عقليات الناس ما يوقعهم في أزمات لأن أنا أفهم هذا الكلام وني شهدتها مع كثير من الناس لما بدين نزيد رواتبهم ونزيد ونعطيهم بعدين هم أوقعوا نفسهم في مشاكل كثيرة فهذا مش معنى أنه لا يزيد المفروض أنك تزيد المفروض أنه حياتك تتحسن ومستمرة في التحسن لكن هذا لا يعني الغنى أبدا عشان تفهم معادلة الغنى فيها شوية مسائل وراح أذكرها لك كيف عقلية الغنية بس خلها في الجزء الثاني من هذا الكلام الآن خلني أعطيك تمرين أبي منك في التمرين هذا البسيط كده أنك أنت تاخذ منحنة مع نفسك وتدرس إيش إيراداتك كل إيراداتك طبعا بعض الناس ما عندها إيراد غير راتب خلاص ووضعك سهل يعني أنا مثلا لو سألتني وضعي لا مو سهل يعني سأجلس على جنبه وسأقضي وقت طويل حتى أحسب كل إيراداتي وكذلك أنا منوع الإيرادات من كل جانب ومن كل مكان وهي تحيط فيني من كل جانب وفأنا عملتها كده خلال السنوات وراح أعلمك الأسرار هذه بإذن الله إن شاء الله في الحلقات القادمة فاحسب إيش الإيرادات كل الإيرادات اللي تصلك صغيرة أو كبيرة شهرية أو دورية أو سنوية أو يومية أي أن كانت احسب جميع الإيرادات حطها على ورقة بعد ذلك في ورقة ثانية أو في الخانة المقابلة لها احسب جميع المصروفات عند المحاسبة تسمى balance sheet يعني بسهولة يحسبها فتحط المصروفات اكتب لي إيش المصروفات اللي هي أنت ملتزم فيها سواء كانت شهرية أو دورية أو سنوية لو لاحظت بأن المصروفات أكثر من الإيرادات ستعرف أن أنت عايش في عقلية فقير وأنك أنت لن تستطيع أن تغنى أبداً ومهما غنيت ومهما مر عليك وجدتك فترة وجات لك أموال أو فيه سترجع للفقر مرة أخرى لأنك لم تتفهم هذه المعادلة الآن طب لو اكتشفت هذا الموضوع طبعاً لو اكتشفت أن إيرادك أكثر من مصروفك ممتاز كمل معنا بقية الحلقات أنت في الوضع الصحيح هي مسألة وقت ومتى تتوفر لك الوفرة لكن مع معظم الناس العكس هو الصحيح مصروف أكثر من إيرادة فالآن ضع عمل إيش اللي تبي تسويه حتى تخفض من مصروفاتك سوري أني أقول لك هالكلام بس هو في الحقيقة هذا اللي سنبدأ فيه بداية عملية صحيحة فإيش اللي راح تعمله حتى تخفض من مصروفاتك أو إذا انت قادل عليها ترفع من إيراداتك وإيراداتك مش بالأمل لما تتوفر وظيفة أنا اللي راح ألقى وظيفة أو لا لا شي موجود عندك الآن بين يديك هل تستطيع أم لا تستطيع ما أستطيع إذا نخفض المصروف لما الله يرزقني ديك الساعة في الإيراد أستطيع أني أنا أزيد من المصروفات تابع في هذه المسألة والكلام جاي للسح أنه في بداية المشوار وخدها قاعدة الغنى يبدأ بالعقلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة